سلام أنا رون مقه جديد وقصة جديدة صلوا عن نبي يلا نبدأ تقول صاحبة القصة بدخل بالأحداث على طول كنت أكلم ولا تعمني وأنا اللي بدأت أكلمه عرفته على نفسي وعرفني على طول ما كنت أفكر فيه ولا كنت أحبه ما عرف ليه فكرت أني أتكلمه وأنا ما أحس اتجاهه بأي مشاعر لكن بدأنا نسالف ونأخذ وندي بالهروج يوم وراء يوم كل يوم نفتح سالفة جديدة ما كنا ننطم إلا وقت النوم أو يذاحد فينا يعني مشغول كان يرد علي طبيعي ما كان يسأل ليش ضفتيني وعلى أي أساس وإش تبغين بالعكس ما كان عنده أي مشكلة مرت الأيام والشهور والسنوات بدأت أتعلق فيه بدأت أحبه كنت دايماً أفكر لو تركنا بعض إيش بيصير مجرد خيال بس أتخيل هذا الشيء أبكي أبكي من قلب وقول لا مستحيل مستحيل نبعد عن بعض وأحاول قد ما أقدر أني أشيل الفكرة هذه من راسي وأتمسك بالشخص ذا قد ما أقدر طبعاً في شخص قد أضافني قبل وقبلت أضافته اللي هو مين يكون ولد خالته ولد خالة اللي أحبه حلو؟ اللي أحبه عنده ولد خالة ولد خالته دا أضافني وما كنت أفكر فيه ذا ولد خالته أصلاً رحت قلت للي أحبه اللي هو ولد عمي قلت ترف لا أضافني وترف تكلمت معاه ولا هلا وكذا من طيب نية طبعاً بما أنه ما بيني وبين ولد عمي شيء كنت ما أخذ راحتي بالإضافات هذا في بداياتنا طبعاً زي ما قلت لكم ولد عمي هذا كان كل شيء بحياتي كنت فقدة أشياء كثير ولقيتها في هذا الآدم كان ملجأ لي كل ما صار شي في حياتي سواء شي كويس ولا مو كويس أروح له أحس جزء ثاني لازم أحكيه للتفاصيل روحاتي جياتي إيش سويت وإيش ما سويت كل شي حتى مشاكل أهلي كنت أقول له كان يهديني كان يقنعني كنت أسمع منه الكلمة وللأمانة هو كما نفس الشي كان يسويه معايا يسأل عني يهتم يعني كانت المشاعر بيننا مشتركة بس الشي الوحيد اللي ما أنقال الاعتراف ما أحد أعترف للثاني بحبه كان بيننا مكالمات كل شي كان واضح بس ما في اعتراف بالنسبة لي أنا كنت أحبه مرت ثلاث سنوات وصرنا قريبين من بعض ما أقصد شخصيا أقصد كسكن بعد فترة بدأ الوضع يتغير هذه البدايات هذه نصيح إحنا نصيح المين إحنا هيا أسمعوا أحس أنه تغير أحس أنه ما عد صار يهتم ولا يسأل حتى لما نطلع طلع عائلية ما شوف يطالع فيني تغيره كان ملحوظ زعلني هالشي مرة صبرت وأنا قلبي حاس أنه في حاجة وأختي وقت طلعت ماني فاهمة لا نظراتها ولاني فاهمتها نظرات أختي له كانت غريبة كانت تطالع فيه أكثر مني شكيت بيوم من الأيام كنت جالسة مع أهلي أخذت جوال أختي على أساس بشوف حساب واحدة من العيلة وهنا تنتهي سهرتنا وهنا كانت الصدمة شفت حسابه حساب ولد عمي راس للور سالة دخلت أتأكد من الحساب وللأسف طلع حسابه جد أنهار ترجعت جوالها وقمت على أطول فيني الصيحة صيحة صداع غثيان داخة كل هذه تجمعت رحت غرفتي ورسلت له على أطول قلت ليش أختي ما توصل رد علي بغباء اللي إيش الغباء قتلني وإنما قال لي قتلني وقلت له أنا ترى شفت وعرفت قام قل لك بيبرر الموضوع قام يقول إيوي وشفت البجاحة ترسل لي ياه طيب لش قاعد ترد عليها ليه قبلت الإضافة أصلا آخر شي قلت له يا أنا يا هي والله يا صاحبة القصة أني كرفت يا ضغطي أصبري أصبري رأي الشخصي يستنعك أصبري المهم قلت له يا أنا يا هي طبعا هالطول قال طبعا أنت الآن أحذفها هديت شوية لأنها عبرني كلمت بعد كم ساعة قلت له ها حذفتها قال باقي كل ما أرجع أسأل يقولي باقي آخر شي قل لي كيف أحذفها كذا بشوف ش عندها بنت عمي صعب أني أحذفها أنا وقتها خلاص طفح عندي الكيل خلاص كل شي واضح ما أشوف شي قاعد يتغير إلى الآن يكلمها لازم أتصرف رح تكلمت اللي يحب أختي في واحد رحين جديد أنضاف واحد يحب أختها وعلى أساس أنهم مع بعض يعني خلينا نقول أنهم كل العائلة تدري عنهم وزي الخطبة خلينا نقول شي زي كذا كلمت وقلت له عنهم أنهم يكلمون بعض وريتها كل شي يعني أثبت له بالأدلة علشان ما أطلع أنا كذابة وقلت له ممكن أنك أنت تحلها أفضل وحطيت حساب ولد عمي وعلى أساس أنه خلاص كل شي ينحل لكن أختي كبيرة في عينه وما صدقني وكلم ولد عمي ومشى على كلامه جاني ولد عمي وطار بوجهي قاعد يقول لي كلام أول مرة أسمعه منه يقول أنت بتجيبيني المشاكل كل يقول أبعد عنك لأنك تجيبيني المشاكل لحظة 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 يعني أنا الحين صرت حقة مشاكل وابعدي عنه طبعا أنا ماسكة أقرأ الجوال وما أعرف إش مشاعري أقرأ هذا الكلام من شخص اعتبرت حياتي كلها يعني لو صار بيننا شي بتوقف الدنيا وللأسف صار وجاء اليوم اللي قال لي اللي بيننا أنتهى وقتها ما أعرف من مين ألقاها الصدق بلكني من السناب ورجعنا على الأنستا خلص من برنامج نجي البرنامج المهم ورجع فتح موضوعنا خلاص اللي بيننا أنتهى والمشاكل بيننا كثيرة وكل ما جيت أبحلها أنت خربتيها طبعا هذا الكلام بالرغم من أني أنا شايفة وعارفة إلا أني متمسكة فيه وقاعد أقول طيب نتفاهم قولي اللي عندك أنا أسمعك لا نتسرع لا تقول كذا نترك بعض طرح مو شي عادي وللأسف كان صامل أنا نترك بعض جوال أختي ودخلت على محادثتهم شفتها من الجن كان يقول لها الكلام اللي كان يقولوا لي اللي يصبح عليها ويمسي عليها ويهتم فيها سبت الجوال ورجعت مسكت جوالي دخلت على محادثة أشوف اش كاتب لي أنا وبرضو كان صامل على الفرق فصلت عليه فصلة طلعت كل اللي بقلبي ما خليت ولا شي بخاطري تخليني عشانها عشان تجلس معاها علشان ترضيها وترضي نفسك على حسابي وأنا ما حتحس فيني لا أنت ولا أختي شايفني أنا ما عندي قلب ترمي علي الكلام وتمشي أنا خلاص رفعت هدي منك كني بلوك من هنا تجاهل من هنا وساعات رجعت عشان أعتذر أيوه وأعتذر كان يرفض اعتذاري ويطلع ألف عيب بعلاقتنا كرهت نفسي أحس أنهنت توبك تحسين توبك كل ذال أني أحبه والشي اللي صار كان صدمة لحياتي لما استوعبتش قاعد يصير وإني فصلت عليه كل يوم أعتذر له عنلي سويت الدفاعي لعلاقتنا اهتمامي فيه لأني كنت أبغاه وليه أنا بس بس ما يعطيني مجال فجأة يقول لي تذكرين قبل مدري كم سنة قام يفتح مواضيع زمان صارت بس عشان ينهي يعني قال لك ماسكها في قلبه والآن طلحها قام يتكلم عن علاقتي بولد خالتا واللي أصلا ما تذكر أصلا من هذا مدري متى أصلا كيف طار من عندي المهم كلام 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 أعذار بايخة بلكتها ونهيت العلاقة لدامة ثلاث سنين ونص لكن ما أنتها الشعور وخيبة الأمل والثقة والراحة والأمان اللي حسيتها معاه أمان جدي خيب أملي بكل شي بالعلاقات صرت أخاف أثق بشخص أو أحب أحد للآن عندي أسئلة براسي كيف ومتى وليش وعلى أي أساس رحت الأختي وكملت عليها ورجعت أنام من التعب اللي كنت فيه وصحيت وبدأت أستوعب اللي صار وقتها لا ليل يليل ولا نهار ينهار بس أبكي تعبانة أحلم ما أنام زين أمضغط ضغط لدرجة أني روحت أكلم دكتورة نفسية من كثر الاكتئاب اللي جاني عجزت تقبل سالفة أنه هم مع بعض طبعا علاقتهم كبرت وأنا أشوف ساكتها ما قدر أسوي شي ماني مرتحت لهم بعد فترة قدرت أني أحدث كل شي خصة طيرتها من كل مكان أول طلعة طلعنا فيها مع بعض وشفتها بكيت ما قدر تمسك دموعي مرت الأيام بدأ كل شي يتغير من ناحيتي بدأت أهذي شوي نسيته شوي بعد فترة شلت البلوك على أساس أتخطى وهو عندي لكن أرسل وقال اسمعيني بقولك شي وأنا أسمع كل شي برغم حرقة قلبي كان يقول ساعديني ساعديني علميني كل شي اثبتيلي أنها تكلم أولاد عمي الباقي وأنا من طيبة قلبي رحت أثبت له ثبتت له كل شي المفروض أني ما أساعده وفعلا أثبتت له ومو بس أنا الحال اللي كلمت أنا وبنت عمي الثانية وعمتها تكون بعمري نصحنا وعلمنا وقلنانا ترك من تنت الوحيد ترا فيه غيرك وأختي تراها تكلم مليون غيرك أنا وريتها كل شي وكم واحدة بعد ورته كل حاجة منبهنا لأن كلنا عارفين أنه هو ضاير ومو مستوعب اللي قاعد يسويه وأنه غلط وهي كما نصحناها أنه غلط وجيناها من كل الطرق وللأسف ما سمعوا الولا وحدة فينا كل اللي أنقال منهم آها إن شاء الله طيب تمام وما شفنا نتيجة غير أنهم مع بعض بدأت تخطى وأنسى صار عمري عشرين سنة أختها لما نعرفت بالسالفة توقعت أنها بتحلها وقفت معايا وقالت أوكي بحلها بعد أنقلبت علي ضدي وصارت مع أختي سحبت نفسي منهم وصرت أكرههم حربيا ما عاد أشوفهم شي لا زال القهر موجود منهم لكن أنا أقدر أفكر بشخص ثاني أنتهت القصة الرأي الشخصي أنا أستنى الرأي الشخصي من بداية القصة آه فوضى 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 رص دع صدع تالي تالي أنت واختك ولد عمك يقرفكم ياه إش دل إش دل قرف إش دل قرف شفي يا ماما شفي يا حياتي أنت أنت في الظلمات لازم نسحبك إلى النور حتى الحيوانات والله أنا عندها كرامة حتى مين الحيوانات إش كانت سويني إش كانت سويني ماما فتفضيلي إش في وأختك أنت بيّنتيها لنا أنها وسخة لماذا تنسكر إنسان زي كذا لا أحد يقول لك تحبين هيا أمس هيا شي لي شي لألقومي هيا شي ماما هي قلوبنا مي بدينة وإذا حبينا الشخص والمشاعر فلتت الله يعين لكن صحنا ما نقدر نتحكم بمشاعرنا لكن نقدر نتحكم باتصرفاتنا اللي سوتيه غلط لماذا طيحين من نفسك فعدل لو صارت ذي سافة أقلعوني خير أختك لكن لا تروحين تفضحي بعض تروحين تثبتين على أختك إنها تكلم عيال عشانا أصلا ليش تديني وجه يوم رجعلك مرة ثانية ليش يقول ساعدين قل ضف وجهك بتاع الخبيثون الخبيثات يعني لا دافي فايدة والأختك فيها فايدة تجمعوا بنتي لصة صغيرة يا ماما صغيرة 20 سنة والله رتفاض أغطي صراحة الولد عمك وسخ واضح حصا من البداية أنه وسخ وإنتي عايشة في مجتمع الإضافات والشباب فكرنا الموضوع إيزي يا ماما إما مالتي في نفسك والله أن أحسن لك شوف زيك يا بدأ نجي نتبك بكين أحبه ويحبني وبدأ يهتم فيني يصحيني الساعة 7 بعد أن نتجسين نتبك بكين عندنا لا غلط لو كاتبت لي إن شاء الله أفكر في واحد ثاني يا بنت تمي في نفسك أنت سبع علاقات ما الأمة فايدة صديقيني هذا الطفش هذا الملل كذي يسوي وقت الفراغ وقت الفراغ مشكلة أنا معا والله معا أن أختك حيوانة حلو حلو اتفقنا صح ما ينفع تروحين تفضحين باع عند القذر هذا ما يصير هذه أختك يعني إلعني خيرها بينك وبينها أنا اللي قهرني والله العظيم ما قولك تثبتيلي وتروحين تثبتيلي ياو ياو إيش ذا صداع صداع والله صداع هذا القصة مستفزة بشكل غير طبيعي أبدا أثقع إلى هنا أنا كفاية كذا عليا لأنه حر وما أقدر أشغل مكيف والقصة تفعل ضغط زيادة تهينا وبس لينيكم وصلنا نهاية فيديو اليوم إذا أجبكم المقطع لا تنسوا تضغطوين على زر اللايك تشتركون في القناة موقع التواصل حقتي حقتي واضح أني خلاف حقتي تحت في الديسكريبشن كان معاكم رون